السلام عليكم. حلقة النهار فيها الرد الشديد على ماجي خرام بتتبع على صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وجاية تألف من دماغها هي على صفات الرسول وشرحها وبتسخر من هذا الكلام. فبإذن رب العالمين هذا الرد انا شفت اخوة اردوا عليها في الامر ده لكن رد العبد لله لن تسمعه عند الاخرين لان بعمل الشيء اللي ما عملوش الاخرين وتعا نسمع ماجي خرام بتقوليه كامل ونعلق عليها واحدة واحدة. جسمه صلى الله عليه وسلم فخما مفخما وكان رجلا مربوعا هاي مربوعا تعني انه طوله قد عرضه نحنا بالعامية من اول متل برميل مصر لا رقبة ولا خسر مربوع يعني حدا هيك شكله تقريبا متربس متل خالد الجندي هذا اسمه مربوع انت لعلك هتفقه اسمك مربوع فلم يكن يماشي احدا من الناس الناس الا طاله ما بعرف بكه كان بالصين يعني حتى يكون مانو طويل بس بقدر يطول اي حدا طويل مين اللي قال كده؟ يعني نحنا متعودين طبعا على البشرية نحنا ما فينا مانا انبياء مثله يعني مثلا متلاقي الواحد قاعد هو محل ايده بغير غرفة مثلا مانو متماسك البدن شو كان؟ مين اللي قال كده؟ كان لونه لا محمد كان ازهر اللون هي ازهر جديدة هذا ازهر شو بيجي يعني هذا مو اشعر مو اسمر ازهر ايه هذا على البنك يعني هي اعلقتها بشرح وصف الرسول يعني برضو مين اللي قال بنك مين اللي قال كده ابيض الامهاق اي لم يكن شديدة البياض ولا بالادم الاسمر لانه ابيض ولانه اسمر فهو زهري بس شوفوا واحد هيك ميل شوي على زهري اه انت طالع لنبي الاسلام محمد فاذا مانو اسمر السؤال اللي خطر على بالي اي واقع عشو راكدين حول العالم تكذبوا على الافارقة والسود وتقولون انتو متل محمد لانكن سود هو كمان كان اسمر على سواد ومحارب بسبب لونه اللي عم تكذبوا على العالم اذا طلع الزلم يحمطي على مين ال كده جاهسين للرد السلام عليكم ورحمة الله احياكم الله بيكم غافر لنا ويكمعكم محمد سبيل محاور بحث في الكتاب المقدس للرد على المنصرين المتطولين على الاسلام مما يعتقلهم ماجي خرام طلع بحلقة يا اخوية بتتريع فيها على صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وجابت مجموعة من الصفات والله والله يمين احاسب عليه امام الله الصفات التي ذكرتها ماجي خرام على رسول الاسلام اقسم بالله العظيم افضل من الاله الذي يعبدون الذي يقدمون له العبادة صفات الرسول محمد افضل منه ايه القصة اول ما قالت قالت ايه قال جسمه صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يعني انت وصفت الان وتنقلين وصف الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان ايه فخما مفخما من الفخامة من العلو المكان بينما اله ماجي خرام كان ذليلا مذللا ايه والله جر للصليب والله جر للصليب كشات ان تساقوا الى الذق لم يفتح فيها كان يجر جرا فده ذليل ولا مش ذليل انا جبت حاجة من عندي لا ده انا جبلك ايه فيه كمان نص تذلل في سفر اشعية اصحاح تلاتة وخمسين العدد سبعة ظلم مين اله ماجي خرام اما هو فتذلل مين اله زكريا بطرس اله ماجي خرام امحمد التفسير بسرعة تفسير بسرعة عشان ما عندناش وقت لكن احزاننا كان مضروبا من الله ومذلول مين الاله الذي يقدم له العبادة زكريا بطرس وماجي خرام والمنصرين الفشلة يقول هنا لقد حمل خطايانا واحتمل الى اخير لقد سوحق وجرح لا تخجل من المصطوب المصطوب الذي تعبده ماجي خرام وزكريا بطرس بل بالاحرى تفتخر خطايانا الى اخيره حامل السيد المسيح احزانهم مين السيد المسيح هو الاله بتاعهم تفسير تدرسي عقوب ملطي وانتونيوس فكري بسرعة انتونيوس فكري ظلم كانت محاكمة وقته بشهود الى اخيره ايبولها مقاومة وكان سكوت المسيح مين المسيح عندهم؟ هو الله عندهم حسب عقيدتهم وهذا فرق بين الرسول العظيم الفخ الفخ وبين المذلول مش انا اللي قلت اللي بعده وكان رجلا مربوعا هاي مربوعا يعني انه طوله قد عرضه يعني احنا بالنسبة انا نفسي الاقي مصدر واحد اسلامي تتكلمون به وتتكلمون منه من الذي قال ان النبي مربوع يعني طوله زي عرضه؟ مين؟ ممكن تقول لي مين؟ مين؟ مين من علماء المسلمين؟ يا ماجي خرام يا متخلفة يا جهلة انت وزكريا بطلس والمنصرين الفشلة شوف لما بنجي نتكلم عنكم اي كلمة مباشرة بنعمل ايه بنجيب اية بيجيب اية او حديث بتفسيرها وكذلك في الكتاب كلها في تدعونا قدسياته وبنجيب نصه شوفت لسه جايب النص بتفسيره حالا بنصه بتفسير تاندوس يا عمي كان رجلا مربوعا يعني ايه؟ يعني لا بالطويل ولا بالقصير الوسط بين القوم جبت الكلام ده منين يا محمد يا نصيف شرح النووي على مسلم كتاب الفضاء الباب صفة النبي صلى الله عليه وسلم شرح النووي يقول وكان رجلا مربوعا وهو بمعنى قوله لا بالطويل ولا بالقصير يبقى يا ماجي خراء يا جاهلة مربوع مش مربع يا هطلة مربع يا هطلة دي مش النقطة الاولى حنجيب النقطة الاولى بعد ما نكمل نسمع بتقول ايه؟ العامية من الاول متل برميل وكان رجلا مربوعا وكان رجل مربوعا ايه؟ 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 ايه هطل والعابط ده؟ انتو عقدتكو البطلة الفشلة ليس فيها اي شيء تنصروه؟ ايه لا بالكذب على الاسلام؟ لا هاي مربوعا بتعني انه طوله ادعرضه مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ابوكي زكريا بقوله زي اللي قال كده؟ احنا بالعامية من الاول متل برميل مصر لا رقب ولا خسر لا ده ممكن برميل مصر ده الرب بتاعكم برميل غائط الاله بتاع الذي تعبدين الاله الذي تقبعين وتجرين وتذلين ده ولله الحمد مش النبي عليه الصلاة والسلام انه مربوع بين الطويل والقصير ودي حنجيلها في النقطة اللي بعد دي على طول مربوع يعني حدا هيك شكله تقريبا متربس متل خالد الجندي هذا اسمه مربوع مين اللي قال كده؟ لعلك هتفقه اسمك مربوع ايه فلم يكن يماشي احدا من الناس الا طاله ابعرف باكي كان بالصين يعني حتى يكون منه طويل بس بقدر يطول اي احدا طويل يا متخلفة عقلية لم يكن يماشي احد الا طاله يعني لانه وسط بين القوم فالطويل هايبقى جنبه فطوله والقصير هايبقى جنبه قريب منه يبقى لو ماشي مع واحد طويل هيبقى جنبه ايه قريب من الطول بتاعه ولو مشي مع واحد قصير هذا ايه واحد قريب من الطول فلا يقف فده معنى الشارح ومعنى الحديث وعندنا فيه كتاب كتاب التنوير شارح الجامع الصغير للصنعاني شوف الفرق بنا وبين الجاهه لا مجي خراء وزكريا بوكل sellers والمنصرين الفشلة؟ ما معنى كلمة لم يكن يماشي احد من الناس الا طاله؟ يقول في حديث عائشة لم يكن احد يماشيه من الناس ينسب الى الطول الا طاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حد طويل في المكان او في البلد اللي هو فيها طويل يمشي معه الرسول الا النبي طاله وكان معه في الايه؟ في الطول. مش اللي بتقوله ماجي خراء الهطلة دي. متماسك البدن يعني احنا متعودين طبعا على البشرية احنا ما فينا مانا انبياء مثله. ام. يعني ان تلاقي الواحد قاعد هو محل ايده بغير غرفة. ايه. واستمنه متماسك البدن. شو كان لونه؟ تعالى بس الاول متماسك البدن. بتقول لك معناه انه يحط ايده توصل للغرفة التانية. شفتوا الجاهل. شفتوا الجاهل الرهيب. مجموعة من الحمقة دول اللي بيصدرهم للتنصيط. مجموعة مغفلين اقسم بالله. ما معنى متماسك البدن. انت كم مرة تشوف او مرة معاك حتى على السوشيال ميديا. شفت الولد التخين مش عارش اسمه ياسين ولا اسمه ايه كده. بيقعد يرقص ويدلد الكرشو. شفت انت الفيديو ده? ايوة. ده مش متماسك البدن. شفت قبل كده حد من الناس ماشي اه عنده بيقوله اه رجال يكون عنده تفد يمشي. تلاقي جسمه بيلؤ كده. شفتها انت من حد? فيه ناس قبل كده تشوفهم شباب ورجال كمان. تحس ان جسمهم واخرتهم جسمه ضهره بطنه كرشه كتافه. تحس انها بتتهزز كده وهو ماشي. ده ما اسمه ايه? ده ما اسموش متماسك البدن. المتماسك البدن اللي يمشي تشعر في مشياته بالفقامة والعزة. ما فيهوش حاجة عملها بتلق? ما فيهوش حاجة عملها بتتجر للصليب زي الخروف المذنول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متماسك البدن. ما فيهوش حاجة في جسمه ايه? بتتحرك. انتوا انتوا بفكرة. بيلا عليكم. ده ده الشرح بقى بتاعها للكلام. ده شرح يا علمي. ام شرح اه بقوله ايه? عربجي زي ما بيقوله. هي بتطرح بتطرح عن ما عندها لنصرة دينها. لا اصبر عشان ايه الجاي وراء? ايه الجهاز كده? ما انا متماسك البدن. شو كان لون ولا ام محمد? ايه? كان ازهر اللون. هي ازهر جديدة. هدا ازهر شو بيجي? يعني هدا مو اشعر مو اسمر ازهر. هدا على يعني. ايه 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 انا هجيب للناس صورة الرب الذي تقبريا. يا بيت تعار والله العظيم انت تعبدينا معارا مذلولا. ايه 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 ايه? جات كريلة. والله طب انا هقول لكم على حاجة. اخوال اكارم معاه في الفيسبوك واليوتيوب يا ريت انا هنزل دلوقت صورة واكتبولي كده في التعليقات. صفات اللي انا هجيب وعار ام شرف. واضح. او صورة اللي انا هجيبه عار ام شرف. ناخد النقطة دي بس الاول. ليس بالابيض الامهاق. اي لم يكن شديد البيض. ايه. ولا بالادم الاسمر. ناشي. لانه ابيض ولانه اسمر. امحي. بس شوفوا واحد هيك مايل شوي على زهري. ايه. انت طالع لنبي الاسلام محمد. طيب ويه? السؤال بقى هنا بسؤال هنا. هل ما قالت يستدعي الضحك ولا السخرية? عشان تعرف هؤلاء والله العظيم مجموعة من العقيدة. العقيدة بتاعتهم مبنية على عار. العقيدة بتاعتهم مبنية على على عبادة شخص عار. على عبادة شخص مذلول. وبحسب النص محتقر مخذول. ملعون ناجس بحسب التسنيئة واحد وعشرين. مش كلام انا? مش اختراع انا? ايه يا جماعة الخير ايه الزهري? كان النبي عليه الصلاة والسلام ابيض. مش رب حمرة. ايه المشكلة يعني? ايه انت عمرك في حياتك شفت واحد ابيض. ومش رب حمرة? شفنا كتير. هل لما تشوفه? تضحك ولا حاجة? هل تصيبك سخرية ولا حاجة ولا تزخر منه? العالم دي متخلفة. يا بنت انت لو عايزة تتريا ايه? انا اقولك تتريا على مين بشكل حلو تقدر تتريا ايه? وانا امنتكم بالله العظيم كونوا منصفين. واحد. ابيض مش رب حمرة. يبقى مدعاء للضحكة او السخرية? ام هذا جماعة الخير اله ماجي خرام? انت متخيل? والله وبالله هذه التصاوير والتماثيل والافلام والصور اللي بعرضها واللي هاعرضها والله مسيحية وخرجة من مواقع مسيحية وقنوات مسيحية وما الى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما دعا للسخرية ام اله ماجي خرام? دي الصورة الاولى الصورة التانية دي الصورة التالتة? ركز لي هنا في حاجة? شايف شعر الابط ده? ايوة هنرجع له. هنرجع له. دي الصورة الرابعة مسلا. انت بينك وبن نفسك. يا جماعة تخيلوا معي. طبعا هذا ليس نبي الله عيسى. للناس التي عندها علم بسيط او عندها ثقافة مضمحلة ويظنوا ان دا عيسى او ان انا بتري على عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى حبيبي لم يصلب ولم يقتل ولم يفعل فيه هذا الامر. ده المسلوب مجرور للصليب ده الصليب ده. ها? وده اللي على الصليب ده اه المسلوب ما ناشي دعوة به. ده لا عيسى ولا النسيح عليه الصلاة والسلام ولا نبينا اصلا. ولا نعرف عنه حاجة. بس الشاهد تخيل انت ما يكون ماجي خراء زكريا بطرس بيعبدوا ده. وبيتطولوا على رسولنا عليه الصلاة والسلام. يعني انت انت والله العز انا مستعجب هؤلاء القوم وصلت بيهم الدارة كهل والنزول للرذيلة والعقل المنتكس الفطرة الذي لو قيل لكلب قيل لبقرة قيل لحمار تعخش العقيدة دي لرفضها. فتيجي ماجي خراء على هذه العقيدة التي لا تقبلها الحمير وزكريا بقلض نفس النظام ثم يتطولون على رسولنا. طب انت انت بقى عندكم عودة نقص. عندكم عودة نقص. وانت فاكر ان انا حمشي بقى اقول الله يسمحكم غلطت فرسولي لا. لا افضح انكم فضيحة لم تفضحوا بها من قبل. انا قلتلكم في اخوة ردوا على الفيديو ده. بس غير رد العبد لله. كل واحد ده تخصص معين يقدر بي رد على المتطاومة عن اسلام ويقدر يخلي المسلمين كده يسمع الرد التمام اللي يخليه تمام التمام بقى حلى كلامي عبد السلام. انت فاكر كده الضرب الشديد جيه? لسه احنا بنجهز. ماجي بتقول? فازمانه اسمر السؤال اللي خطر على بالي. هاتي. عشورك دين حول العالم تكذبوا على الافارقة والسود وتقولوا لهم انتم متل محمد لانكن سود هو كمان كان اسمر على سواد ومحارب بسبب لونه. اللي عم تكذبوا على العالم ازو طلع الزلم يحمطي على. ايه ده? ايه 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 ايه. لا لا اللي فده ايه ده? انا بقالي الان اكتر من سبعتاشر سنة. في حوار النصارى والمنصرين عمري في حياتي عمري في حياتي ممر معايا مسلم واحد رحل افريقيا ولا رحل للسودان ولا للسود وقال لهم امنوا بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام علشان قاطر هو كنصب عمري ما حصلت معايا ولا سمعت عنها ولا شفتها الا المشاهدين ولا المستمعين انت عمري سمعت عن القصة اللي بتقولها البت دي فإن لم تجدوا فاعلموا ان عقيدة هؤلاء المتخلفين المغفلين عقيدة ظلام لا تنصر الا بالكذب على الاسلام فليس لها اي قيمة يا حمام هذه عقيمة التي هم عليها تلقى في الحمام ويتشد عليها السفود وده احلى كلام ايه ده ما هذا الكذب الصراح عمري انا ممر معايا حاجة زي كده حد مر معايا فيكو كده حاجة زي كده حد مر وشاف حد انا عندي مراسلي من اغندا ومن كل حتة في افريقيا في حد فيكم مر معايا انه راح للافريقاء للافريقيين وقال لهم امنوا بالرسول عشان كان اصمر فتعالوا بقى عشان خطر اهلو ايه 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 الفيلم الهندي الخيال العلمي اللي تقلف ده يا اتباع ماجي خراء وزكريا بطرس العبيد انتوا اتحرقتوا واتهبلتوا من انتشار الاسلام في افريقيا والفيديوهات اللي انا بنزلها في القناة اكثر من خمس خمسين وخمسة وخمسين ومية ومتين وقرى كاملة في افريقيا واغندا وغيرها تدخل الاسلام بفضل الله عن بقرة ابيها انتوا اتهبلتم ما يتقولوا كلام في محله يتقولوا حلو يا حلو ايه الكلام اللي بتقولوا ده احنا قلنا ايه حول المحنة لمنها. شايف يا مسلم يا مسلمة شايف يا مسلم ويا مسلمة كيف ينصرون العقيدة الفارغة التي هم عليها؟ بالايه بالكذب على الاسلام وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام والكذب على المسلمين لا اصبر التي πليل جاي وارا ازبر. زهري. الاخر وصف وصفه خالد الجندي قال وكان ابيض الابطين. ماشي. يعني تحت بعضه انتو اكبر قدر. كان لونه ابيض. قبل الف وخمسمائة سنة. اه يعني ما معقول يكون اه بيروح بيعمل ليزر ليكون ابيض الابطين. والله انا تخيلوا انا عجبان الحتة دي. كان ابي ابيض الابطين. طبعا دي وردة في حديث متكلم فيه لكن في حديث صحيح ايضا انه كان اذا صلى في السجود يعني كان يرى بيض ابطيه. وهذا الحديث بعض العلماء صححوا وقابلوا. تعالى بقى معلش لحظة. بتقولك كان ابيض الابطين. معلش يا دي شيء مذمة اما مدحة. ايه محمد اللي بتقوله? هل ان يكون رسولا ما? انا ما بتكلمش حتى على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. او خليني نتكلم على الرسول محمد. هل يكون واحد او الرسول ابيض الابطين? دي مذمة ولا ممدحة? عارف دي ده دليل عليه? طب ده دليل على النظافة. علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ايه? نتف الابطين صح? انا على فكرة على يقين تام. ان ما اجي خراء لا تعرف حاجة عن النظافة لان عقدتها ما بتعلمش النظافة. وهنا سؤال. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من الفطرة? نتف الابطين. ممكن تطلعونا انتو ما هو الذي علمكم ربكم? ومعبودكم? ومقبوركم? ومجروركم? وخروفكم? ما الذي قدمه لكم يا ماجي خرام? وزكريا بطرس من نظافة او من تطهير لانفسكم? ممكن تطلعلي نص كده? ده حتى انتو عندكو نص عندكو اي نص اصلا بيقول بالاستنجاء بعد الغائط ولا بعد الحمام? ده ايه انتو? اكذر القوم يهاجموننا بنظافة رسولنا. يا خبر. بعد كده بتقول لك ليزر. لا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام ندف الابطين. ده مهم من انواع التطهير. انما انتو ما عندكوش غير النجاسة. ده بقى ده العقيدة نفسها نجسة. اسمع كده? اعمال الصالحة لا يمكن ان هي تكفر عن الزنوب. اولا لان هي مش صالحة مية في المية. فانا بعملها يمكن بدباها بيها او كبرياء او حتى اريح ضميري. فهي بان عليها صالحة لكنها مش صالحة مية في المية. جزء منها في صلاح. لكن لو انا عملت اعمال صالحة باللزمة 85 في المية. والمطلوب باني مية في المية. بيبقى انا ما عملتش حاجة صح. ولانا افترض انا عملت اعمال صالحة مية المية. هل ممكن تغفر على الزنوب. انا بس بس افترض. هو بيقول لك ان كل اعمال بالرنى كثوب عدة. يعني نجاسة. النهاردة الالوز عند المرأة في الدورة الشهرية بيوريك ان الدم ده فاسد. فبيوصف الكتاب ان الاعمال الصالحة اللي بنعملها هي نجاسة. اعمال الصالحة اللي بنعملها هي نجاسة. مين المتكلم ده يا شباب المتكلم ده شخص من اكبر علماء المسيحية المختصين بتفسير العهد القديم. اسمه ايه? اسمه العلامة صموئيل. لو متخصص فيه متخصص في العهد القديم كمان. من اللي معاه رشيد على برنامجه سؤال جريء على قناة الحياة التنصيرية. يقولك الاعمال الصالحة فعقدتهم ايه? نجاسة. ما هي افضل الاعمال الصالحة عند العقيدة? او عند عند القوم? ليست العقيدة? ليست العقيدة افضل الاعمال الصالحة? حتى عندنا في الاسلام ايه افضل اعمال الصالحة? اول حاجة التوحيد العقيدة. تخيل انت مماجي خراء. افضل 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 اعمال دينهم الصالحة نجاسة. دي بقى العقيدة بتاعتهم ايه? نجاسة. ناجاسة ناجاسة وجدت تتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هذه من علامات طهارته النقطة الاهم انت شفت من ضمن الحلقة بتقول ايه ان النبي عليه الصلاة والسلام ابيض مش رب حمرة خلاص او مش رب صمرة ماشي خلاص خلاص معلش بس ممكن تقولولي كده ما هي صفات يسوع عندكم بحسب الاناجيل ما هي صفات يسوع اديني صفات انت متخيل ان يسوع اللي بتشوفو انت في الصور ده ولا في الفيلم ده انت متخيل ان ده في نص كتابي بالكلام ده في نص كده في الاناجيل بالكلام ما فيش مع ان القصة الحكاية كلها عبارة عن حكايات اليسوع الاناجيل كلها عبارة عن ذهب يسوع جاء يسوع راح جاه ابنه الشيطان قعد يجرب فيه ويجرب الشيطان يجرب فيه ويقوله طلع الجبل ورمي نفسك ووا 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 وما فيش وصف دقيق للشخص نفسه لونه طوله عرضه ارتفاعه طريقة ماشيه طريقة اكل مفيش فيش غير انه اكل سمك وعسل مع بعض سمك مع عسل مع بعض مع بعض سمك مع عسل جربها كده تاكل انت سمك مع عسل والعجيب والله بيتحكوا على صفات الرسول بينما الحاجات اللي نلاقيها في كتابهم احنا مش بس نضحك ده احنا نكاركر ده احنا نعمل زي البطة شوف كده البطة دي لما سمعت حق حق لنا نعمل كده نتحك زيها كده هي دي بس لا اسمع بقى النقطة دي كده دي بجون دي قال وكان ابيض الابطين عجباني دي بص كده يا اكارم والله وبالله وتالله لو لا تطاول هؤلاء الاقدار على الاسلام لما فضحنا لهم عقيدة الظلام التي هم عليه جماعة الخير دي صورة ليسوع اقسم لكم بالله العظيم من داخل مواقع مسيحية والله من داخل مواقع مسيحية وقنوات مسيحية وأفلام مسيحية ايه ده يا فندم اللي تحت باطو ده انت بقى بتقوم قيل لي ايه او ايه ده ايه ده يعني ماجي خراء بتقولك على النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابيض الابطين زعلانة طب ايه ده ابعتوا يا جماعة ليها الفيديو قولوا الماجي خرام بص حجم الاتنين حجم الاتنين حجم الاتنين اما ان انت تطلع تقولي هذا كلام كذب وفيه اساءة ليسوع فروح يدفع عن يسوعك وعن ربك انا ما عنديش مشكلة روح يدفع عن ربك اما انك تقولي ان ده كذب او اما انك تقولي ده حق وان فعلا ده حقيقي فتشوفوا لنا حل الرب يا جماعة ماجي خراء وزكريا بدرس ما بيعتقدوش ان الانسان ده انسان لا بيعتقدو انه هو ال اله ما بيعتقدوش ان ده جسد ام داخل في ال اله لا اه ده بيعتقدو ان هذا ال اله وهو في رحم العذراء ابتدأ التجسد كده واصبح الها واحدا يعبد مع ناسوته ويقدم له العبادة مع ناسوته والكلام ده جبناه كتير وقلنا كلام الانبا شنودة وغيره على انهم يعبدون الجسد ايضا فما تفرق ليش تقولي ناسوت لهوت ناسوت لهوت في كتاب الانبا شنودة كتاب طبيعة المسيح صفحة تلتاشر صفحة لا صفحة ستاشر بيقول كالقاتي انا جايب لكم الكلام من مقبر موقع مسيحي اهو عشان يبقى وضح يدامكم كتاب كتب قبطية كتاب طبيعة المسيح الانبا شنودة وحدة الطبيعة في الميلاد ننزل كده نلاقيه بيقول ونحن لا نفصل بين لهوته وناسوت لا يفصلون بين جسد ولهوت بل يقدمون العبادة للاتنين وكما قال القديس اثانسيوس الرسولي عن المسيح ليس هو طبيعتين نسجد للواحدة ولا نسجد للاخرى بل طبيعة واحدة هي الكلمة المتجسد ولذلك فان شعائر العبادة لا تقدم للواحدة ودون النسوت اذ لا يوجد فصل بل العبادة لهذا الاله المتجسد وهنا السؤال يبقى الماجي خراء والزكريا بطرس شعر الابط الذي كان تحت ابط ربكم ده ليس هذا من اللاهوت ايضا تقدمون له العبادة اما انت يا ماجي خراء الان بتترياء ازاي وبتترياء ليه على الرسول عليه الصلاة والسلام والله انت عار يا ماجي خراء والله انت عار يا جماعة الخير ابعثوا الفيديو كل اللي شايف الفيديو ده ياريت ياخد الفيديو ويحطوا فيه تعليقات صفحتها وقنواتها يقولها طالما انت حلوة كده رضي عرفين هذا الشعر الذي تحت ابط ربك ده تبع اللاهوت ولا الناسوت واضحكي لنا عليه شوية مش المفروض كده ولا ايه احنا اللي بدأنا ام بنرد على متطاولين على دينا نداء اخير بقى لكل الناس اللي قاعدين انتو بتغلطوا فيهم انتو مش عارف مين احنا لولا تطاولهم على ديننا لما فضحنا لهم عقيداتهم يعني لو كان ماجي خراء خلتها في عقيمتها لو كان ماجي خراء كانت راحت جابت للرب بتاعها حلاوة ولا حاجة وشارت له شعرباته ما كناش جبنا سرته صح لو كانت ماجي خراء راحت جابت للرب الخروف الذي تعبد الخروف رب الاراب عندهم لا راحت جابت له برسيم وما كانتش لها دعو بالاسلام ما كناش ما كناش اظهرنا ما في عقيداتها على فكرة شوف الحلقة دي كلها ايه رأيك ان انا مغلطش في الهم ولا كلمة ايوة الله وانا بحلف على كده لما لانا بعمل ايه انا باظهر لهم صفات الههم انت سمعتوا عمالها بتتريع على الرسول او بتتريع على صفات الرسول ايه 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 صح ايه رأيكم يا اكارم انا مش هتكلم الان عن صفات اه رسول عندهم ايه رأيكم ما تكلم عن صفات الاله نفسه سفر المزامير صح 18 بيقول ايه الرب صخرته ادعو الرب الحميد اجتنفتني الجبال الهوية في ضيقي دعوت الرب الرب ها وإلى اله صرخته فسمع من صوت من هيكله صوته وصراخه قدامه ودخل اذناي فارتجت الارض وارتعشت اس الجبال ارتعدت لانه غضب ده مين يا فاني ده الاله بتاعها صعد ده دخان من انفه ونار من فمه اكلت. معهم يا مهاجي. ايه رأي انت خيلا انت بقى اللي طلع دخناه من مناخيره ونار من فمه اكلت ده عمل فيها. عمل فيها ست ساعات متواصلة وانا ما اقدرش انكر كده. عمل روح القدس فيني عمل أنا متأكد أنه عمل حتش يدر ينكب عمل روح القدس فيني أكبر من هيك بكتير عمل روح القدس فيني وهو بيطلع دخانة بس عمل روح القدس فيني أكبر من هيك بكتير عمل روح القدس فيني هو بيخلاص بس عمل روح القدس فيني أكبر من هيك بكتير عمل روح القدس فيني تخيل عمل فيها وهو بيطلع دخانة وبيطلع مار انتخيل انت القوة والقدرة. عمل قد ايه؟ عمل ست ساعات متوصلة. رؤية صار معي مثل اختطاف. اختطاف بالروح. الجسد بقي هنا. اي. شفت امور عظيمة. اي. ليه بصدق انه هي الرؤية من الرب. فبال 2017 بشهر اكتوبر بالزبط. صابتني رؤية. اختطتني الروح حوالي ما بقدر حدد بالزبط. اخططتني الروح. عم ساءل جوزي قلي اكتر من ست ساعات. ست سبع ساعات. ست سبع ساعات. اختطفني الروح حوالي ما بقدر حدد بالزبط. ابو شوي عم بسأل جوزي قلي اكتر من ست ساعات��어 حوالي ست سبع ساعات. تخيّل انت العمال بيطلع دخانة ونرب ستي سابع ساعات ليخرب بيتك. يخرب بيتك. وهل سب يا ماجي واشربته ولا بس كده. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر فضرب أعداءه من الوراء استيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر يعني بعد ما خلص وعمل فيك ستة سبع ساعات متواصلة بصراحة بصراحة يعني هل هذة الصفات أو هل هذة الصفات اللي فعلا يا مجد تستحق التسخري منها وتستهزئي بيها أم صفات الرسول عليه الصلاة والسلام اللي التي ليست فيها أي مشكلة ليس فيها أي مشكلة ده احنا لو فسطنا كل كلمة كده والله ليس فيها أي مشكلة الأخوة الأكارم اللي كنت عامل بث من كم يوم سمعتوا عن قصة رجل القش قصة رجل القش وعشان تعرفوا كمان الفرق بين دينا في الإسلام مش محتاجين نجدب ولا نألف ولا نخترع على عقدتهم بينما هم عندما يتكلمون على الإسلام دوما يستعملوا عقدت رجل القش يخترع حاجة جديدة أو حاجة ما بنؤمنش بيها زي صفات الرسول الآن اللي كذبوا عليها وبعد كده يهجموها نقول لهم هذا كذب ارجعوا إلى التفاسير انت كمسلم أو انت كغير مسلم عندك مشكلة في القرآن افتح كيب القرآن وجيب تفاسير القرآن تفاسير المعتمدة للمسلمين كذلك السنة تفاسير المعتمدة للمسلمين احنا لما بنجي الرد عليهم من كتابهم تفتكروا انا جبتلكه في اول ما بدأت الحلقة فتحت ايه تفسير تدرس يعقوب ملطي وانتونيوس فكري ثم حاججتهم بها والله المستعان اذا اعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك طب لو انت شايفوا على اليوتيوب يشاركوا على منتدك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب الناس اللي بتشتكيلي من عدم وصول البث المباشر لهم والفيديوهات اول بول في اليوتيوب والفيسبوك لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا تعمل في اليوتيوب اشتراك بعد كده تفعيل الجرس لكل وكذلك في التليفونات نفس النظام شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضو في الفيسبوك. بتعمل اعجبني وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القايمة دي خليها المفضلة وبعد كده المحتوى خليه قياسي الفيديو كل الاشعارات فيديو بث مباشر كل الاشعارات. بعد كده تحديث كده الغالبية العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب بحيوصلك اشعارات جديدة بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة ادي بيبال من هنا والباتريوم من هنا وفي الفيسبوك نفس النظام وهتلاقي في كل في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصيف المحاور وانستجرام محمد نصيف برضى المحاور وكذلك تويتر ولا تنسونا ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.